شفنا مع بعض في فيديو سابق واللي ما شافوا حتلاقيه بالأعلى أكثر من 30 ميزة نزلت في تحديث 13 بالنسبة لأجهزة الآيفون ولكن الآن لما نزل التحديث لجهاز الآيباد الآيباد نضاف عليه مميزات زيادة يعني ما لها دخل بالآيفون هذه فقط لجهاز الآيباد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم محمد حدايدي في هذا الفيديو إن شاء الله حنشوف أهم المميزات والتغييرات اللي جاءت على جهاز الآيباد في التحديث 13.1 فعليا أقدر أقول لك الآن لو أنت محتار بين لابتوب وبين آيباد لشغلك الخفيف فأنصحك أنك تاخد آيباد لأنه فعليا أصبح مشابه للكمبيوتر في أشياء جدا كثير حنشوفها إن شاء الله الآن في الفيديو كيف شغلك خفيف عشان أوضح هذه النقطة يعني مثلا تستخدم الأوفيس زي الورد الإكسل باوربوينت تستخدمه في التصفح تستخدمه في نقلة ملفات نسخ من وإلى تستخدمه أيضا في مشاهدة أي فيديو تستخدمه في المنتاج الخفيف مثلا على البرامج المنتاج زي الايموفي زي الكيوت كات وإلى آخره فلو عندك كيبورد وعندك قلم للتصاميم للفوتشوب للرسم للتلوين فأصبح يعني شبه متكامل ومقارب جدا لأعمال اللابتوب اللي احنا متعودين عليها اليومية وليست البروفيشنال بلاش يطول عليكم وخلينا نشوف أهم المميزات مع بعض وأهم التغييرات اللي جات على جهاز الأيباد طيب بسم الله نبدأ ونبدأ معاكم في أول المميزات أول المميزات لو سحبت بهذا الشكل من جهة اليميل لو جهازك بالعربي أو من جهة اليسار لو جهازك إنجليزي حيجيك اللي هي صفحة الاختصارات أو الوجت أو ما تقدر تسميها زي ما تبغى تسميها اللي هي الموجودة عندك في لوحة التحكم على جهاز الآيفون بس في جهاز الآيفون بتسحب من الأعلى هنا حيكون بهذا الشكل طبعا تقدر تضيف وتحذف أي تطبيقات أنت بحاجة لها يوميا أو تبغى توصل لها بشكل سريع ولو سحبت عندك بالزاوية من جهة اليسار اللي هو هيطلع عندك اللي هو الأدوات زي رفع الصوت رخي الصوت عندك أيضا اللي هو شبكة الواي فاي وشبكة الايتونز تقدر تختار الآن الشبكة بالضغط المطول الأيبادات اللي ما فيها الثري دي تتش الآن نضاف عندك اللي هو الهابيتك تتش بهذا الشكل تقدر اللي هو تعيد ترتيب أو تحذف اللي تبغى أيضا على حسب التطبيق هيطلع عندك خيارات جدا كثير فميزة جدا رائعة هذا الجديد الهابيتك تتش الآن صارت كل أجهزة قبل دعم لهذه الخاصية في التحديث الثلاثة عشر الآن أيضا لوحة المفاتيح صار تقدر تتحكم فيها بشكل جدا جميل بهذا الشكل بأصبع عين تقدر مثلا تحطها بالزاوية وتكمل شغلك عادي تقدر أيضا تنقلها إلى الجهة اليمين أو أيضا تحطها بالجهة اللي بالنص تقدر بهذا الشكل تخليها بالنص وتقدر توسعها بهذا الشكل بيجي عندك توسيع لو ما ضبطت معاك حركة الأصابع تقدر تختار أو تضغط ضغطا طول على شعار الكيبورد من هنا وتقدر تختار اللي هو تكسيم بهذا الشكل مثلا أو بهذا الشكل يعني في عدة أشكال تحطها على راحتك الآن متصفح سفاري صار بشكل عام أول ما تفتح أي صفحة عندك هيختار عندك اللي هو كأنك بتتصفحه من جهاز الكمبيوتر وما هيعرف إنه جهاز أيباد يعني وضع سطح المكتب بدون اختيار منك أنت أيضا لو أنت حابب تحمل أي شيء أصبح متصفح سفاري داعم للتحميل فتقدر تضغط مثلا ضغطا طول على أي حاجة وتقول له مثلا تنزيل الملف المرتبط بهذا الشكل هيطلعه على فوق وحتلاقي هنا عندك سهمة تحميل بالأعلى لو ضغط عليه هتلاقي عندك التنزيلات فين تلاقي هذه التنزيلات هتلاقيها في تطبيق الملفات يعني لو ضغط على اللي هو العدسة هينقلك إلى تطبيق الملفات الموجود عندك هذا هو تطبيق الملفات موجود في جميع أجهزة الآيفون والأيباد فتقدر تتصفح التطبيق وحتلاقي عندك مجلد خاص بالتنزيلات في كل شيء أنت نزلته الآن أيضا لو أنت مثلا في المتصفح تبع سفاري وحابب تاخد سكرين شوت يعني لقطة للشاشة صورتها بهذا الشكل بأول ما تفتح اللي أنت صورتها هيجي خيارين بالأعلى في عندك شاشة وفي الصفحة كاملة لو خليته الصفحة كاملة هتلاقيه أنه صور لك الصفحة كاملة فجدا جميلة تقدر بعدها تحفظها من خلال السهم اللي بالزاوية كملف بي دي اف أو طباعة أو حفظ في الملفات أو إلى آخره أيضا لو أنت كنت في متصفح سفاري وحابب تحفظ أي جريدة مثلا موقع فيه كتابة كثير وحابب تحفظها كملف بي دي اف فقط بتضغط على السهم اللي بالأعلى شير وبتضغط على الخيارات من هنا وبعدها بتحدد أنه تلقائي أو بي دي اف فتختار مثلا بي دي اف بهذا الشكل وبحفظ لك هو في تطبيق أيضا الملفات أيضا لو عندك لوحة مفاتيح اللي خاصة بالايباد صار يدعم اختصارات جدا كثير زي الماك وزي الويندوز يعني كنترول سي كنترول في فطبعا هيكون في الكيبورد اللي هو كنترول كماند سي أو كماند في للنسخ واللصق والتراجع وإلى آخره من الاختصارات جدا كثير الآن أيضا عندك في الايباد أو حتى في الايفون اللي هو الثلاثة عشر أو ثلاثة عشر فاصلة واحد هتحصل عندك خيار جديد في اللي هو لو دخلت على اعدادات بعدها توجهت إلى عام هتحصل عندك الخطوط صار بإمكانك الآن تحمل الخطوط علما بأنه ركز معايا هذا الخطوط ليست تغيير خطوط نفس الجهاز ولكن لتغيير الخط أثناء الكتابة مثلا في الرسائل في تطبيقات معينة حتى مو في كل التطبيقات يعني مو في تويتر مو بالسناب ومو غيره فإلى الآن ما نزل أي تطبيق رسمي والتطبيقات الموجودة في لها ملف تعريف تثبيت يعني فيها فيلم فأنا ماني حابب أنزل شيء مو رسمي لكن بإذن الله أول ما تنزل تطبيقات تدعم هذا الشيء هنزلها معاكم وأجربها معاكم لأنه أصلا ما احنا مستعجلين عليها بما أنها ما تغيير خطوط الجهاز أو الخطوط اللي احنا نعتمد عليها مثلا في الواتس أو السناب فأنا أشوفها غير مهمة جدا أو نستعجل حتى في تنزيل خطوطها لنفترض أنك الآن فاتح متصفح سفاري وحابب تسوي شيء ثاني معاها ممكن مثلا أنك تسحب على اليمين بهذا الشكل حيفتح لك الأب ستور فحيقسم لك الصفحتين فممكن أن تجيبه مثلا كده على جنب هيصير مثلا سفاري هو الأكثر في الصفحة وأيضا ممكن تجيبها بهذا الشكل وممكن أنك تجيبها بهذا الشكل تضغط ضغطة طولة على نفس اللي هو اللي نازل عندك هذه الخطة الصغير وتجيبها مثلا يكون هذا هو اللي شكله أكبر وتتحكم فيه وسفاري عندك أيضا ما زال شغال بالإضافة إلى أنك أيضا تقدر ترفع وتحط مثلا بدالها لنفترض مثلا على سبيل المثال تقدر تفتح مثلا الملفات ويكون مكان هذا بهذا الشكل تقدر تضغط اللي هو ضغطتين وتشوف كامل الصفحات المفتوحة عندك بهذا الشكل المرتب وترجع مثلا لتكسيم الصفحات هنا أكيد ما ننسى الوضع الليلي للآيو اس 13 على جهاز الآيباد ممكن تروح له من خلال اللي هو شاشة العرض والإضاءة وتختار بين الوضع الداكن والوضع اللي هو الفاتح تطبيق الملفات أصبح جدا جميل وتقدر من خلاله تسوي أشياء جدا كثير يعني عندك مثلا اللي هو أدوات العرض بالأعلى تقدر تختار أكثر من عرض بهذا الشكل كأنك بتتصفحوا على جهاز الكمبيوتر جدا صراحة جميل الشيء تقدر أيضا ترتبهم بطريقة العرض بهذا الشكل تقدر أيضا ترتبهم على حسب التاريخ أو على حسب الحجم والنوع والعلامات العلامات هذه لو عندك مجلد جدا مميز وحابب توصله بكل سهولة تقدر تضغط مثلا ضغط مطول على أي مجلد وتحط له اللي هو علامات علامات هذه هي الألوان يعني عشان تقدر تفرق بينهم يصير بهذا الشكل بيجب لك العلامات على حسب الترتيب عندك هذه العلامات كلها وتقدر أيضا أنت تضيف علامات أنت تحتاجها أنت براحتك أيضا لو ضغط مطول على أي مجلد تقدر تسويله أشياء جدا كثير بهذا الشكل يعني أصبح قريب من الكمبيوتر جدا للأيباد ولو ضغط فأي خانة فاضية تقدر تضيف أيضا مجلد جديد تسميه براحتك تقدر تضغط عليه ضغط مطولة وتقول له مثلا ضغط فأنا بضغطه مثلا كملف وينزب أيضا بتطبيق الملفات أصبح يضغط وأصبح أيضا أنه يفك الضغط بدون أي برامج إضافية فمثلا هذا الآن أقدر أسوي له مشاركة ممكن أضيف عندي أشخاص وممكن أني أرسله عن طريق الرسائل أو الإيردروب أو البريد أو إلى آخره وأكيد ما ننسى من المميزات الجديدة في الأبل ستور عندك اللي هي الألعاب الخاصة بالأركيد اللي هي منصة ألعاب الخاصة بأبل ونزلت شرح عليها اللي هي كيفية الاشتراك فيها الشهري والحصول على الشهر المجاني طبعا ألعاب جدا جميلة تقدر تشبك عليها تقدر تشبك عليها يد البليستيشن اللي هي يد السوني أو يد الإكس بوكس وتستمتع بالألعاب الداعمة لهذه اليد تطبيق الصور صار فيه عليه تغييرات جدا كثير مثلا تقدر تعدل على الصورة بأشياء جدا جميلة لو رفعت أيضا الصورة على أعلى حيظهر لك كافة اللي هو معلومات الصورة نفسها لو أنت مصورها ممكن تسوي لها تحرير وصار عندك الأدوات تظهر بهذا الشكل من اليمين وصار تقدر تغير عليها وتستمتع بالأدوات اللي جدا كثير موجودة للصور وكذلك أيضا الفيديوهات وتقدر تقص يعني وتسوي أشياء جدا كثير كنت تحتاج أول إلى تطبيقات جدا كثير لها بالإضافة إلى الكتابة عليها وما ننسى أكيد من أهم المميزات أيضا أنك سار بإمكانك تشبك عليه اللي هو ماوس طبعا فارة بدون أي وصلات يعني الفارات الفقط اللي تعمل بالبلوتوث بدون أي وصلة صغيرة تابعة لها بالإضافة إلى يد السوني أو يد الإكس بوكس وأترككم مع الشرحة القديمة ليا لهذه الميزتين كيف تقدر تشبك اللي هو ماوس أو حتى يد السوني بكل سهولة على الجهاز طيب حدا معاكم بشرح اللي هو الماوس أي نوع ماوس بلوتوث ما يحتاج إلى وصلة فيه كثير اللي هي تنشبك عن طريق بدون أي وصلة إضافية للماوس فعن طريق البلوتوث بتتوجه إلى الإعدادات بعدها تسهيلات الشاشة أو تسهيلات الاستخدام بعدين بتنزل إلى خاصية اللمس اللي هو أول خيار هنا بعدين Assistive Touch أول خيار وتفتح عندك هذا الخيار طيب بعدها هندخل على أجهزة الإشارة طبعا وتشغل الماوس عندك عشان يسوي اقتران بعدها أجهزة بلوتوث وتنتظر لحد ما يلاقيها طبعا هو لقي اسم الماوس هنا ولكن لأنه بالعربي لسه فيه لخبط في الإصدار التجريبي ولكن اسم الماوس ظاهر لأنه بالإنجليزي فقط أضغط على اسم الماوس اللي ظاهر قدامك ولاحظ معايا الآن أشتغل بكل سهولة هذا هو سار الماوس الآن شغل بدون أي مشكلة طيب في حركة ثانية جدا جميلة ده ضغطنا هنا على علامة التعجب في تخصيص زرار الماوس طيب هذه أيضا مثلا الزر الأول تخصيص الزرار إضافية بنضغط عليها بيقول لك الآن اختار أي زر في الماوس عشان تسوي له تخصيص يعني مثلا أنا بضغط اللي هو ضغطة اللي باليمين إيش خليتها؟ أبخليها مثلا لقطة للشاشة بمجرد أن أضغط زر الفار اليمين بياخد لقطة للشاشة طبعا تقدر تغير تسوي اللي تبغاه يعني تخصص أزاريرك زي ما تبغى خلينا أوريكم الآن كيفية ربط اللي هو يد البي اس فور على الجهاز بنروح إلى الإعدادات بعدها البلوتوث وهنا بنضغط اللي هو إزرار الشير مع إزرار البي اس فور الاثنين مع بعض بهذا الشكل تضغطهم لحد ما يظهر معاك لاحظ ظهر اللي هو اسم الجهاز الآن تم الاتصال عادي جدا وكذا عشان ما أطول عليكم الفيديو خلاص بما إنها سارت مشبوكة بتشوف الألعاب الدعمة وبكذا وصلنا إلى نهاية الفيديو إن شاء الله ما أكون طولت عليك وإن شاء الله أكون أفتك بمعلومة جديدة يعطيكم ألف عافية لا تنسونا من الإعجاب والاشتراك لوما أنت مشترك تشرفني وفي أمان الله